برحب الدكتور طاري الأدور نقيدنا الرياضي وأستاذنا وصدقنا العزيز يعني الدكتور طاري مساء الخير أهلا بحضرتك أهلا بك الزامر وحشني جدا والله دائما باستمتع بإلقائك كده للأخبار الجميلة بتراسك المشوفة الله يخلى حضرتك ربنا يخليك لنوي اشتعنا للدور يعني ماهما نقول برضو الدور اللي حلوته برضو وبيوحشنا يعني طبعا هو طبعا بعد العامين الماضيين وفوز الزمالك باللقب بعد ما كان الزمالك ديصر اللقب خمس سنوات متتالية لصالح الأهل وقتها فده خلى الأجواء كلها يعني حماسية جدا كله ينتظر كده حتى فترة الانتقالات أول مرة نسمع عن فترة الانتقالات محدش بيتكلم غير ده ضم مين وده ضم مين معين مش هي دي المعايير الحقيقية للمستويات لكن كل الوقت بيفكر في قوة المنافسة مين حيطر ينافس هل الأهل هو الزمالك بس هل عايقش كلمة بنفس القوة السنة دي هل عندها القوة الجديدة زي فيوتشر ويطلع الجيش اللي نقل لموسم اللي فات في المركز الرابع ومعها أيضا أنديم يعني عملت انتظابات جيدة زي سيراميكا كيلوباترا والبنك الآلي هل هيكون المنافسة أوسع من الآلي وزمالك وفيراميز بس اللي احنا عليها بقى لنا أكتر من سنة هي دي كل التساؤلات اللي كانت قبل فعلا إجراء القرع مظبوط شفت بقى القرع وأجواءها زي وشفت يعني المباريات كده يعني الأهلي والإسماعيلي ده سيناريو مقرر من السنة اللي فاتت في المباريات التحية بالنسبة للأهلي لكن الزمالك هيبدأ باسموحة وتاني ماتش كيلوباترا التالت ماتش بيراميز يعني أول تلت مباريات للزمالك صعبين الحقيقة لمنتهى القوة شوف أنا شايت القرع النهاردة بمنظورين في منظور إيجابي في منظور لازال سلب شوية برضو محتاجين نعالجه قبل بقى المواسم اللي جاي لأن احنا عندنا الموسم اللي جاي وعيدها الأصلي زي بقيد العالم كله مزموح لو يا أمن آخر ما يؤمن بكتير آخر يونيا لكن الحاجة الإيجابية إن النهاردة القرعة توجرى في هذه الأجواء اللي شكلها حلو جدا إحنا زمان نفتقد إننا نجري القرعة بهذا الشكل يعني اللي فيه حداثة في العرض واللي فيه إبهار في عرض الصورة لأنه نهاردة الصورة حلوة بصراحة يعني آه بالظبط دي حاجة كانت إيجابية جدا الحاجة الإيجابية التانية إننا بعدنا كل شيء يضع ريشة على رأس الأهل والزمالك وإننا زمان دايما نقول إيه الأهل والزمالك يلعبوا في الأسبوع الأخير للدور الأول والأسبوع الأخير للدوري للدور التاني فدي كانت غير عادلة بالمرة لأن تكافل فرص يعني يكبرنا على إننا نجري قرعة مفتوحة نحضر قرعة جرت مفتوحة تماما القرعة كده هي اللي حطت الأهل والزمالك في الأسبوع الأربعة صح هي اللي حطت مواجهات ساخنة من الأسبوع الأول الأهل والإسماعيل اللي تعتبر القمة التانية للكرة المصرية بعد الأهل والزمالك والزمالك وبيرمدز في الأسبوع التالت ودي قمة نارية برضو والزمالك وسموحة برضو والزمالك وسموحة في أول ماتش بس أنا بتكلم على المسلس يعني زمالك أهل أو أهل وزمالك وبيرمدز هم دول المسلس الظلط كده فأنا بشوف أن الأرعى اللي حطت الجدول بهذا الشكل ده حاجة إيجابية جدا هتخلينا نعيش الأجواء من البداية كده أجواء حماسية جدا في الدور المصري لكن فيه برضو بعض الزوايا اللي احنا محتاجين نعليجها كويس قوي في الفترة اللي جاية هي إعلان الجدول بالكامل لازلنا احنا بنقول مثلا قد الجدول آهل 34 أسبوع لكن لم نعلن أن مثلا الأسبوع العشرين حيقام يوم إيه وكذا وعلى 22 حيقام يوم إيه برضو نقطة نزلت سلبية في الدور المصري احنا لازلنا بنحط الجدول ولكن نلاقي مثلا نعلن ستة أسابيع وبعدين بعد كده نقول نعلن من الأسبوع السابع إلى العشر وبعدين بعد كده من أسبوع الخمسة إلى الأسبوع العشرين وهكذا فبنبتدي نخش فيه تأجيلات لأن المواعيد مش معلنة بإعلان صريح وواضح إن مثلا الأسبوع الأول حيكون يوم 18 الأسبوع الثاني حيكون أو الدوري آخر مباراة إمتا؟ يعني دوات لما بنفت على الدور الإيطالي ولا الإنجليزي ولا ولا بتلاقي آخر مباراة يوم كذا؟ محطوطة آه عندنا الدور الإنجليزي معروف الـ 38 وقت اسبوع آه الـ38 وقت اسبوع يعيخلص وإمتى؟ م 근�ères معروف الدور الـالماني حيقلص أيمتى؟ معروف الدور الاسباني عيخلص امتى؟ مم رغم من إن من أكثر الأجندات تعقيداً في أوروبا السنة эти هي الأجندة بتاعت هذا العام ليه؟ عشان كاس العالم قسمها كاس العالم كاس العالم مم وسط الموسب كساب عاردة هي grammii بهوسط الموسب لائد أن ضغطت جداً مباراة دولة أبطال أوروبا ونشوف أنها بتقاب كل أسبوع بدلاً من أننا نلعب أسبوع غريح أسبوع وهكذا رغم ذلك الأجندات في أوروبا أعلنت بالكامل الموسم ده لير تقليدي بالنسبة لأوروبا بس برضو مسكنين التواريخ برضو حقيقة أوبالنا ولكن إحنا باشيين أهو يعني أيها هي بس العجلة بالدور يعني طيب لازم أسأل حركة في الآخر إحنا يعني بدأنا كده نشوف يعني صور أو ملامح بدأنا نشوف ملامح الأهلي النهاردة مثلاً بدأنا نشوف كده ملامح الزمالك شايف إيه يعني شايف بدري إن إحنا نحكم ولا الجواب بيبن من عنوانه لأ بدري جداً طبعاً إن إحنا نحكم ليه بقى؟ لأن كده الفريقين اللي هم في المقدمة الأهلي والزمالك إن إنت بتحكم من خلالهم على مستوى الكرة المصرية مرر بظروف غير تقليدية أولاً الأهلي مرر بموسمين محبطين جداً خسر فيهم الأساسية اللي بياس عليها وهي ضد الدوري بينما الزمالك عنده مشكلة إنه لحم الموسم بالموسم الجديد رغم إن إلا آهلي حصل على راحة تقريباً لعب الكبار شهرين على تقريباً راحة شهرين مزبوط لكن بالنسبة للزمالك لأ لأنه خلص الدوري دخلنا عطول في سوبر لوسيل كأس سوبر لوسيل دخل مع بعضها في الدور التميدي مع إليكت سبورت التشادي ما خدش الرحل اللي حصل عليها أديها البقية ما بين هذا وإذاك بقى مش عارفين نقدر نحدد المعالم لسه للمنافسة في الموسم القادم لكن الواضح من المعالم دي إن أنت في حاجة إيجابية إن الآل يبدأ بانتصار وخارج ملعبه على فريق كبير هو المنستير التونسي وكل الأندية في تونسي طبعاً بيقى في حزازية خاصة في المبارياتها مع الفرقة القصرية إن يقدر الآل يحقق بانتصار وخارج ملعبه على فريق كبير دي الحادثات توقف في الأعتبار إنها نقطة إيجابية بالنسبة لأداء النادي بالنسبة للزمالك برضو بنقول إنه هو الزمالك برضو دخل في الموسم الجديد وأدى أداء النهاردة غير طيب يعني بعض الشيء أمام فلامبو لكن على الأقل هو حقق فوز فالأداء المصرية الأربعة عملت انتصارات فيه المباريات التي تفترى إنها خارج ملعبها النهاردة فلامبو يعتبر أكله خارج الملعب بالنسبة لنادي الزمالك ناس فيه إن أهلي فاز على المنستيري في عقر دارف تونس إن فيوتشار فاز برضو في ليبريا مباراة خارج ملعبه على كالون ستيراليوني وأخيراً بقى كمان يعني كل الأندلة المصرية الأربعة عملت انتصارات خارج ملعبها ترامدز برضو فاز على إهلال الساحل مباراة هي في مصر أهلي لكن هي تعتبر خارج ملعبه يبقى الأهلي والزمالك في دولة الأبطار وهلال الساحل برامدز و فيوتشار وبرامدز عمل انتصارات خارج ملعبه مزبوط ودي تخلينا نقول النتائج إيجابية جداً مهما كانت الأسباب صحيح هي حتقول نتائج إيجابية نتمنى إن شاء الله موسم موافق بإذن الله لكل الفرق المصرية إن شاء الله سواء في الدور المحلي إن شاء الله أو في البطرات الإفريقية بشكراً جزيلاً دكتور طارق أدور شكراً لحضرتك